على قناتكم قناة مصر للتعليم الفني بالتلفزيون المصري وحلقة جديدة مخصصة لطلبة التعليم الصناعي الصف الأول الأقسام المعمرية وزي ما ذكرنا قبل كده إن الشعب المعمرية شعب كتير النهاردة هنتكلم عن إحدى الشعب المعمرية وهو شعبة أعمال النجارة لطلبة الصف الأول طبعا زي ما احنا عارفين إن هدف التعليم الفني خريك طالب فني مؤهل لمواكبة سوق العمل الخارجي وطبعا زي ما احنا عارفين إن مهنة النجارة من المهن القديمة والتي أخذت في التطور مع تطور الإنسان وتقدم التكنولوجيا الحديثة وأصبحت ما عليه الآن فنا حقيقيا يحتزى به بجانب كونها حرفة لم تندسر ويكفي مهنة النجارة شرفا أنها كانت مهنة نبي الله سيدنا نوح عليه السلام طبعا طلبة الصف الأول زي ما احنا ذكرنا قبل كده في الحلقات السابقة المواد بتاعتنا فيه عندنا مواد فنية نظرية زي مادة التكنولوجيا مادة الرسم الهندسي وكمان مادة الرسم الفني رسم الهندسي بيكون معانا في الترمي الأول الترمي الثاني بيكون رسم فني كمان معانا مادة مهمة جدا وهي الأمن والسلامة والصحة المهنية كمان معانا مادة لا غنى عنها في التعليم الصناعي وهي مادة الحاسب الآلي النهاردة هيكون معانا إحدى هذه المواد الفنية وهي مادة تكنولوجيا أعمال النجارة طبعاً النهاردة الحلقة بتاعتنا هتكون مخصصة بعنوان أعمال التعاشي الخشبية وهنبتدي نذكر بعد الطالبة بالحلقات السابقة حلاجات صغيرة سريعة بحيث نفتكر الحاجات التي خدناها في الحلقات السابقة طبعا كنا ابتدئنا في الحلقات السابقة والحيات أن أ البداية quick-offre one should all be the option of weakness والاكسسورات المستخدمة في أعمال النجارة وقلنا الخامات اللي بنشتغل فيها في أعمال النجارة وهي أول خامة وأهم خامة وهي الأخشاب قلنا إزاي بنحصل على الأخشاب أو كيف يتم زراعة الأشجار لأن الأشجار طبعا هي اللي بتديني وبنحصل عليها من الأخشاب طبعا بيتم زراعة الأشجار في الغابات وبنقسم المساحة المراد زراعتها على متوسط عدد السنين بيبتدي نزرع القسم الأول في السنة الأولى في السنة اللي بعدها بنزرع القسم الثاني وهكذا وفي أثناء زراعة القسم الأخير بيتم قطع أشجار القسم الأول في السنة التي تليها تقطع أشجار القسم الثاني ويعاد زراعة القسم الأول ده بالنسبة لزراعة الأشجار عشان يكون هناك محصول من الأشجار أو الأخشاب تكون موجودة معانا بشكل دائم حتى لا تتوقف أعمال النجام يبقى بعد ما عملنا الأشجار وزرعناها بعد كده بنبتدي نقطعها وطبعاً بيتم عمليات القطع باستخدام عدد يدوية معينة وطبعاً تحت إشراف عمالة فنية مدربة على عمليات القطع وقلنا أن عمليات القطع بتتم طبعاً في سن ملائم للأشجار عشان خاطر ما يبقاش فيه ضرر أو بينتج عنها أضرار فيما بعد وما يكونش فيه نموه للأشجار فبيتم عمليات القطع على مسافة من الأرض حوالي 40 سنتي باستخدام عدد يدوية هنذكرها مع بعض ونشوفها كمان ببعض الصور المدعمة وطبعاً العمالة الفنية المدربة بيكون عندها خبرة جداً كبيرة في عمليات القطع بعد ما بنقطع الأشجار بنبتدي ننقلها من الغابات لأماكن التصنيع وقلنا بيتم نقلها إما عن طريق بعض العربات الضخمة أو عن طريق السكك الحديدية إذا كان موجود في الغابات سكك حديدية كمان بيتم إلقائها مع الطيار في الأنهار إذا كان موجود نهر بالقرب من الغابات فتسير مع الطيار حتى أماكن التصنيع يبقى احنا بعد ما قطعنا الأشجار إلى جزوع بعد كده بننقلها إلى أماكن التصنيع بنبتدي نقطعها على هيئة ألواح وكتل ثم تجرى عليها عملية تسمى عملية التكفيف وعملية التكفيف مهمة جدا للأخشاب لأن عملية التكفيف الغرض منها أن نخلص الخشب من أكبر نسبة مية موجودة فيها طبعا لو الخشب موجود ليه في نسبة مية كبيرة بيكون عمليات التصنيع والتشغيل بيكون صعبة جدا عشان كده بنعمل عملية التكفيف عشان يكون الخشب سهل التصنيع ويكون خفيف الوزن وكمان نقرف نشكله بالأشكال المطلوبة والمنتجات المطلوبة بعد طبعا عملية التكفيف بتتم إما بيكون فيه تكفيف طبيعي أو تكفيف صناعي وكل حاجة من دول بيكون لها مميزات وعيوب واتكلمنا عليها وهنستعرضها برضو مع بعض السور الموضحة كمان بعد عملية التكفيف عملناها على الأخشاب نبتدي نصنع الأخشاب أو بنقسمها إلى أخشاب طبيعية وأخشاب مصنع أخشاب طبيعية موجودة من الطبيعة ودي بتكون فيه منها أخشاب لينة وأخشاب صلبة وقلنا الأخشاب اللينة بتندرج تحت الفصيلة الصنوبرية زي الخشب الموسكي زي الخشب البياض زي الخشب العزيزي أو ما يطلق عليه بيتش باين كمان عندنا الأخشاب الصلبة زي خشب الزان الموجود في مصر والمنتشر والأشهر أنواع الأخشاب الصلبة زي خشب الأر والمهوجني والأبانوس وكمان البلوت كمان قلنا أن فيه نوع من الأخشاب وهي الأخشاب المصنعة ودي بيتم تصنيعها من بقايا وفضلات الأخشاب الطبيعية وبعض المنتجات الصناعية زي الخشب الأبلاكاج زي الخشب الكنتر وكمان الخشب الحبيبي وكمان الخشب المضغوط أو الفايبر الـ MDF يبقى دي أنواع الأخشاب بعد كده نبتدي نصنع هذه الأخشاب بالمنتجات لطلبة الصف الأول بنبتدي نعمل عليها عمليات تسمى عملية التعشي وده موضوع حلقتنا النهاردة اللي هو التعشي طبعا لفظ التعشي بيطلق على تجميع أجزاء الأخشاب بالقطعتين أو بعض القطع بين جماعة مع بعض حتى تصبح قطعة واحدة بعد عملية التجميع بتصبح هذه القطع كأنها قطعة واحدة وده هي دي الموضوع حلقتنا النهاردة اللي هي التعشي وعند تلت أنواع من التعشي فيه عندي تعشي الختش فيه عندي تعشي نار ولسان وكمان التعاشي الغنفارية هنتكلم عليهم ونوضحهم مع بعض في نمازج حية كمان هنستعرضها على بعض الفيديوهات والصور المدعمة بالشر تعالوا مع بعض كده نشوف السور وتعالوا نشوف المواد بتاعتنا ونتكلم النهاردة عن التعاشي زي ما احنا شايفين فني أعمال النجارة طبعا بيكون في وسائل مهمة جدا درسناها في مادة الأمن الصناعي هذه الوسائل بتمثل في فني أعمال النجارة طبعا حاجة مهمة جدا لها سماعة الأذن كمان الأفارول بتاعه كمان القفاز عشان خاطر بعض الأخشاب بيكون فيها وابرة خفيفة الوابرة دي بتعمل عملية إصابة أثناء عمليات التشغيل يبقى احنا نكون أول حاجة في التدريبات العملية أو أثناء تنفيذ الجزء النظري في التدريبات العملية لازم أن يكون الطالب لابس وسائل الوقاية الشخصية وهنستعرضها مع بعض وكمان احنا دعمناها في مادة الأمن الصناعي زي ما احنا طبعا قلنا أن المواد بتاعتنا المواد النظرية أول مادة وأهم مادة وهي موضوع حلقتنا النهاردة تكنولوجيا أعمال النجارة كمان عندي مادة الرسم الفني ومادة الرسم الهندسي درسنا الرسم الهندسي وعرفنا العمليات الهندسية البسيطة في الترمي التاني هنبتدي نرسم الرسومات الفنية الخاصة بمادة التكنولوجيا كمان عندي مادة مهمة جدا لا غنى عنها وهي مادة الأمن الصناعي السلامة والصحة المهنية كمان مادة الحاسب الآلي وطبعاً مادة الحاسب الآلي موجودة معي على مدار الثلاث سنوات مادة تكنولوجيا أعمال النجارة تكلمنا في الحالة السابقة عن الخامات المستخدمة والاكسسورات في أعمال النجارة كمان تكلمنا عن العدد المستخدمة وهنذكرها النهاردة في أعمال التنفيذ موضوع حلقتنا النهاردة وهو تنفيذ التعاشي الخشبي يبقى عندي ثلاث وحدات موجودين معايا في الترمي الأول الخامات والاكسسورات المستخدمة في أعمال النجارة كمان عندي العدد المستخدمة في أعمال النجارة تنفيذ التعاشيء الخشبية وهنا يخد النهاردة إحدى هذه التعاشية كلمنا في الخامات والاكسسورات المستخدمة في أعمال النجارة وقلنا أن أهم مادة عندنا وأهم خامة وهي الأخشاب وبيتم الحصول عليها من الأشجار كمان عندي الغراء والمواد اللاصقة اللي بتساعدني في عمليات التصنيع من ضمن الخامات برضو السنفرة وأنواحها كمان الاكسسورات التي تستخدم في أعمال التشطيب النهائي هنتكلم النهاردة عن الأخشاب وكيف يتم الحصول على الأخشاب طبعا بيتم الحصول عليها من الأشجار وقلنا طبعا قدوا شايفين جزء شجرة بعد ما بنقطع الشجرة عليها ألواح وكتل بعد كده بنبتدي نعمل عليها عملية التكفيف ولكن حابين نفكر الطلبة كيفية زراعة الأشجار قلنا طبعا عشان يتم زراعة الأشجار بشكل سليم ودائم بيتم تقسيم المساحة لالغابات على متوسط عدد السنين على أن يتم زراعة القسم الأول في السنة الأولى في السنة التي تليها تزرع أشجار القسم الثاني وفي أثناء زراعة القسم الأخير بنروح نقطع أشجار القسم الأول في السنة التي تليها تقطع أشجار القسم الثاني ويعاد زراعة القسم الأول حتى يتم الحصول على الأخشاب بشكل مستمر ودائم حتى لا تتوقف مهنة أعمال النجار بعد كده طبعا بنتكلم عن حاجة مهمة وهي التكوين العضوي للأشجار ودي حاجة مهمة لازم طالب التعليم الفني يعرفها التكوين العضوي للأشجار كيف يتم تقدير عمر الشجرة طبعا بيتم تقدير عمر الشجرة عن طريق عد الحلقات الثانوية الموجودة على المسقط الأفقي لجزع شجرة يبقى نقول التكوين العضوي للأشجار بيظهر واضحا إذا قطعنا ساق شجرة قطاعا عرضيا فبيلاحظ على سطح القطاع حلقات متحدة المركز بنسميها الحلقات الثانوية وسميت بهذا الاسم لأن كل سنة منها بتتكون حلقة عن طريق عد هذه الحلقات بيتم تقدير عمر الشجرة زي ما احنا شايفين هو بيعد هذه الحلقات عن طريق طبعا هو بيكتب الأرقام فيعرف يقدر عمر الشجرة مكونات التكوين العضوي للأشجار قلنا أول حاجة اللقب وهو قلب ومركز الشجرة كمان عندي الحلقات الثانوية وعرفنا سميناها ليه حلقات ثانوية كمان عندي المصدر الموصل للغزاء وهي الأشعة النخاعية الموجودة في التكوين العضوي يبقى عند اللوب والأشعة النخاعية كمان الحلقات الثانوية وطبعا القشرة والقشرة دي إذا كانت القشرة بتنفصل بيدل ذلك على أن الأشجار لم تقطع في السن الملائم وبذلك تصاب بعملية تسمى عملية الشيخوخة وعملية الشيخوخة دي بتؤدي إلى حصول على أخشاب غير صالحة للاستعمال اتكلمنا بعد ما قطعنا جزوع الأشجار هنبتدي نقطعها في سن ملائم وبيتم ذلك بعد اكتمال ندوجها لازم نقطع الأشجار عند اكتمال نموها وإذا تركت الأشجار مزروعة بعد هذه المدة تصاب بعملية تسمى عملية الشيخوخة ويصبح الخشب الناتج منها قابل للمرونة عرضة للكسر والتسوس كمال الانكماش وأفضل وقت لقطع الأشجار قلنا في منتصف فصل الشتاء وذلك لأن الشجرة بتكون في حالة سكون غزائي وقلنا طبعا بتتم عملية القطع من خلال هذه الصورة من خلال عمالة فنية مدربة على عمليات القطع لأنه بيتم القطع على ارتفاع معين حتى طبعا نحن ما نوصلش أو نؤثر على جزوع الأشجار حتى يتم نموه الأشجار بشكل دائم فيما بعد أو بأثناء اتمام زراعة مرة أخرى طبعا زينا شايفين الفني بيلبس وسائل الوقاية الشخصية المتمثلة في الفيست كمان الأفارول كمان معدات القطع وكمان اللي هو واقي الوج وقلنا تقطع الأشجار من أسفل على ارتفاع حوالي 40 سنطي من سطح الأرض وبيتم القطع بعمل قطعتين بإحدى أدوات القطع وهي البلطة ثم بيتم طبعا تكملة القطع باستخدام المنشار الآلي أو المنشار اليدوي وطبعا بيتم القطع من جهة السقوط ويراعى دايما في عملية القطع عدم ارتطام الأشجار بقوة على الأرض حتى لا تتلف أليافها الخشبية مما يؤثر على تماسك هذه الألياف وتماسك الخشب وبالتالي عدم الحصول على أخشاب صالحة للاستعمال يبقى الرائج في عملية القطع أن ما يحصلش عملية ارتطام بقوة أثناء عمليات القطع تعالوا نشوف مع بعض إيه المعدات المستخدمة زي ما احنا شايفين أهو بيتم طبعا القطع باستخدام البلطة من إحدى الجانبين ثم يتم تكملة القطع من جهة السقوط باستخدام المنشار اليدوي أو الآلز والجنزير وطبعا القطع بيتم على ارتفاع حوالي 40 سنطي وطبعا بتقطع جزء الشجر على ارتفاع دوة مناسب بيكون من نهاية الشعوبات حتى نتحاشى ونتلافى طبعا الألياف حتى يتم نمو الشجرة بشكل دائم فيما بعد الأدوات المستخدمة عندي في عمليات القطع أولنا البلطة زي ما احنا شايفين كمان المنشار اليدوي وعندي المنشار الآلز والجنزير زي ما احنا شايفين بتستخدم في عملية إتمام عمليات القطع بعد ما قطعنا الأشجار عايزين ننقلها من الغابات إلى أماكن التصنيع حتى يتم تصنيعها فما هي وسائل نقل جزوع الأشجار سهل بيجي في الامتحان أذكر هي وسائل نقل جزوع الأشجار من الغابات إلى أماكن التصنيع طبعا الصورة دي هتوضح لي كل وسائل النقل بنستخدم الأفيال في المناطق الحرة زي المناطق الأفريقية كمان بنستخدم العربيات الضخمة واللوريات إذا كان هناك ترب مهدة كمان إذا كان هناك أنهار بالقرب من الغابات بيتم طبعا إلقاءها لتسير مع الطيار حتى أماكن التصنيع وإذا كان موجود سكك حددية في الغابات بيتم طبعا نقلها وبكميات بيكون كميات كبيرة يبا احنا زي ما احنا شايفين من الصورة هي دي وسائل نقل جزوع الأشجار بعد ما تم قطعها من الغابات إلى أماكن التصنيع بعد قطع الأشجار وإزالة القشرة الخارجية طبعا بنحولها إلى هيئة ألواح وكتل باستخدام بعض ماكينات القطع المخصصة لعمليات قطع الأشجار وتحولها إلى ألواح وكتل عملية التكفيف عملية مهمة زي ما احنا قلنا وهي عملية بتجرى على الأخشاب حتى يتم التخلص من أكبر نسبة مية موجودة فيه الأخشاب عشان تكون في سهولة في عمليات التشغيل ولكن لا يعني هذا أن نخلص الخشب من كل المية الموجودة فيها ولكن بنخلص أكبر نسبة موجودة فيها حتى تكون هناك سهولة في التصنيع ولكن إذا تم التكفيف بشكل دائم بيؤدي إلى صعوبة التصنيع وطبعا بيكون فيه تأكل فيه الألياف عشان كده بيكون كميات المية بيكون بأكبر نسبة وزي ما احنا قلنا أن التكفيف فيه عندي نوعين تكفيف طبيعي وتكفيف صناعي وقلنا أن التكفيف الطبيعي بعد ما بحول أو أقطع الأشجار على هيئة ألواح وقتل بتطرق في أرض فسيحة تسمى باسم المنشر بعد كده طبعا بنبتد نخزنها أو نرصها بشكل معين في عمليات الترسيس أن احنا نحط الأخشاب الأكبر صمكا من أسفل ثم الأقل من الصمك ثم مع وضع فواصل خشبية ما بين الألواح وبعضها عشان خاطر التهوية كمان لازم أن توضع تحت مظلات لوقياتها من الأمطار وإذا طبعا كان هناك أمطار غزيرة بنبتدي نغطيها بغطاء من المشمع كمان بنرفع الألواح عن الأرض بمسافة عشان ما تتصبش به أو تتأثر بالرطوبة يبقى عملية التكفيف زي ما احنا قلنا وبيكون لها مميزات وعيوب من مميزات التكفيف الطبيعي أنه بيخلص لي أكبر نسبة مية موجودة في الخشب ولكن من عيوبه أنه بياخد فترة كبيرة أثناء عملية التكفيف قد تصل إلى عدة سنوات يبقى أي حاجة في الدنيا بيكون لها مميزات وليه عيوب من مميزات التكفيف الطبيعي بيخلص لي الخشب من أكبر نسبة مية موجود فيها ولكن من عيوبه بياخد فترة كبيرة بعكس التكفيف الصناعي والتكفيف الصناعي بعد ما قطعت الأشجار على هيئة ألواح وكتل ببتدي أحطها داخل أحوات استوانية بتوصل بالطيار الكهربي بتكون الأحوات دي فيها سخنات أو بنوصل الطيار الكهربي بالسخنات بتحول الطاقة القرابية إلى طاقة حرارية بتعمل على تبخر المياه الموجودة في الأخشاب ومن مميزات التكفيف الصناعي أن فترة التكفيف بيكون قليلة من حوالي من 4 إلى 6 ساعات ولكن من عيوبه ما بيخلص ليش أكبر نسبة مية موجودة في الأخشاب يبقى زي ما احنا قلنا أي حاجة موجودة بيكون لها مميزات وعيوب مميزات التكفيف الطبيعي بيخلص أكبر نسبة مية موجودة في الخشب ولكن بياخد فترة في أثناء عملية التكفيف قد تصل لعدة سنوات ولكن التكفيف الصناعي بيتدخل فيها الإنسان عشان خاطر بيكون فيه مدومة في عمليات التصنيع فالتكفيف الصناعي بيكون فترة التكفيف بتاعته حوالي من 4 ل 6 ساعات ولكن من عيوبه ما بيخلص ليش أكبر نسبة مياه موجودة في الأخشاب تعالوا مع بعض كده نشوف عملية التكفيف بتجرع على الأخشاب بغرض تخليص الأخشاب من أكبر نسبة مياه موجود فيها ولا يعني التكفيف إزالة كاملة يبقى ما بيخلص كل المياه الموجودة في الخشاب ولكن يجب الإبقاء على نسبة معينة منها بعد عملية التكفيف حتى لا يفقد الخشب مرونته وتماسك أليافه ويصبح حشا طبعا لو إحنا خلصنا أكبر نسبة كل المياه الموجودة في الأخشاب بيكون فيه طبعا الألياف بتاعتها ما بيكونش متمسكة وبتصبح حشا وطبعا ما بيكون فيه صعوبة في أثناء عمليات الإنتاج والتشغيل عملية التكفيف ذكرنا قلنا فيه عندي نوعين من التكفيف فيه عندي أول نوع هو التكفيف الطبيعي وعرفنا مميزاته وعيوبه كمان التكفيف الصناعي وعرفنا مميزاته وعيوبه زي ما احنا شايفين دي صورة بتوضح عملية التخزين طبعا بنرس الألواح الأكبر صمكة من أسفل ثم الأقل في الصمك وبنحط فواصل خشبية ما بين الألواح وبعضها بغرض التهوية كمان بنرفع الأخشاب عن الأرض عشان نحميها من الرطوبة ومنغطيها بغطاء إما من المشمع أو تحت مظلات لوقيتها من الأمطار وأي عوامل جوية زي ما احنا شايفين في حالة الأمطار الغزيرة بيتم تغطيطها بغطاء من المشمع لحمايتها من الأمطار ده التكفيف الطبيعي ولكن هناك بعض العيوب والتغيرات التي تحدث في الأخشاب ومنها طبعا أكبر عيب نتيجة عدم الاهتمام بعملية التكفيف بيحصل في الأخشاب عملية تسمى عملية الانكماش والتقوص وبالتالي الحصول على أخشاب غير مستقيمة وبالتالي عدم التصنيع بشكل جيد زي ما احنا شايفين بيؤدي إلى الإضرار بالأخشاب والنتيجة دي أو التقوصات دي بيكون نتيجة عدم الاهتمام بعملية التكفيف والإهمال في عملية تغزين الأخشاب بعد كده وصلنا لحاجة مهمة جدا كيف يتم انتقاء الأخشاب واختيارها للاستعمال دي حاجة مهمة جدا على طالب التعليم الفني إزاي يختار الأخشاب اللي يشتغل بيها ولازم نعرف مواصفاتها علشان نقدر نشتغل بيها بالشكل المناسب والمواصفات المناسبة طبعا احنا بنجيب الأخشاب بتاعتنا من مكان بيسمى باسم المغلق بعد ما بيتم عملية التكفيف بيتخزن الأخشاب بالتغزين المناسب والطرق السليمة داخل المخازن من شروط المخازن دي ان تكون كبيرة فيها ممرات واسعة ان احنا نرس الأخشاب فيها كل نوع على حدة ماينفعش ان احط جميع الأخشاب لاني عندي أنواع كتير من الأخشاب هنتعرف عليها طبعا بنبتدي نحط كل نوع على حدة مع وضع بطاقة او رقم سيريال نمبر بنحدد فيه اسم النوع ومأساته وانواعه ومواصفاته عشان يسهل عملية الوصول اليها وتداولها طيب بعد ما خزننا الأخشاب داخل المغلق بيتم الحصول عليها وتنفذها كيف يتم اختيار الأخشاب واختيارها للاستعمال عشان نبتدي نستعملها لازم اول حاجة نشوف مع بعض كده صورة توضيحية لقطعة من الخشب لازم ان تكون الأخشاب بتاعته مستقيمة زي ما احنا شايفين لازم ان تكون مستقيمة ما يكونش فيها التواء او إعوجاج كمال لازم ان تكون الحلقات السنوية بتاعتها اللي هي موجودة في الأورى بتاعت الخشب لازم ان تكون الحلقات السنوية بتاعتها تكون منتظمة لان لو مش منتظمة بيدل على ضعف في الشجرة يبقى أول حاجة لازم أن تكون الأخشاب مستقيمة نظيفة مستوية لا يكون فيها إعوجاج أو إنحناء كمان لازم أن تكون خالية من العقد هنشوف كده زي ما احنا شايفين دي عقد أهيه العقد دي لازم أن نختار الأخشاب تكون موجود فيها عقد لأن العقد دي بيكون من الجزوع طبعا لازم أن نختار الأخشاب تكون العقد دي ضعيفة أو ليلة وتكون منتشرة على طول اللوح ما تكونش موجودة في مكان معين يبقى لازم أن تكون خالية من العقد أو لو موجود عقد تكون صغيرة وكون منتشرة على طول اللوح دي المواصفات المهمة لاختيار الأخشاب طبعا عند الطرق عليها بتعطي صوتا رنانا ده بيدل على أن الخشب ده أجري عليه عملية التكفيف بشكل مصبوط وبالتالي ادات نيسوت رنان عند الطرق عليها أثناء اختيار الأخشاب يبقى احنا قلنا أول حاجة في الأخشاب الصلاحة للاستعمال لازم أن تكون مستوية مظيفة لا التواقى فيها أو إعجاج طبعا مستقيمة تكون خالية من العقد الخبيثة تكون الحلقات السنوية بتاعتها الموجودة تكون منتظمة كمان لازم أن يكون لون الخشب من الداخل زي لونه من الخارج طبعا بيبان من أين من الأورة بتاعته كمان زي ما احنا بنقول لون الخشب من الداخل زي لونه من الخارج كمان لازم أن تكون خالية من العقد والحلقات بتاعتها تكون منتظمة تعالوا كده مع بعض نشوف الصور كيفية انتقاء الأخشاب واختيارها للاستعمال زي ما احنا شايفين على السلايد أول حاجة في الانتقاء الأخشاب واختيارها للاستعمال يجب أن تكون الأخشاب ذات منظر نصيف وأن تكون مستوية يجب أن تكون الأخشاب خالية من العقد والتسوس والتشقق يجب أن تعطي الأخشاب صوتا رنانا عند الطرق عليها ويقول لي أنه طبعا بنتأكد من عملية إتمام عملية التفيف بشكل مظبوط ومناسب يجب أن تكون الحلقات السنوية منتظمة وإلا دل ذلك على ضعف في الشجرة يبقى احنا بنقول انتقاء الأخشاب واختيارها للاستعمال دي حاجات طبعا لازمن الطالب الفني التعليم الفني لازمن يكون عارفها عند اختيار الأخشاب للاستعمال هنشوف مع بعض أنواع الأخشاب خلاص وصلنا للأخشاب بتاعتنا اللي هنبتد نصنعها فلازمن نعرف أنواعها عند نوعين من الأخشاب قلنا أخشاب طبيعية ودي أخشاب مصنعة طبعا أخشاب مصنعة بيتم تصنيعها من بقايا وفضلات الأخشاب الطبيعية وبنصنعها ليه عشان تكون موجودة عندي باستمرار كمان لازمن تكون مأساتها أحصل على مأسات غير موجودة منها في الأخشاب الطبيعية الموجودة في الأسواب الأخشاب الطبيعية بتنقسم إلى أخشاب لينة وأخشاب صلبة زي ما احنا شايفين يبقى الأخشاب الطبيعية بتنقسم إلى أخشاب لينة وأخشاب صلبة قلنا الأخشاب اللينة بتكون تحت مسمى الفصيلة السنوبرية زي خشب البيض زي الخشب الموسكي وزي الخشب البيتشباين اللي هو الخشب الروتينجي العزيزي يبقى الأخشاب اللي ينخ عند الخشب البيض الخشب الموسكي وكمان الخشب العزيزي اللي هو ما يطلق عليه بيتشباين عند الأخشاب الصلبة وأشهر أنواع الأخشاب الصلبة قلناها وهو خشب الزن كمان عند الأرو البلوت المهوجني كمان خشب الأبانوس المستخدم في أعمال الأعمال الزخرفية في الأعمال الخشبية ده بالنسبة للأخشاب الطبعية واللي هي الأخشاب اللينة والأخشاب الصلبة أما الأخشاب المصنعة والتي يتم تصنيعها من بقايا وفضلات الأخشاب الطبعية زي الخشب ألواح الأبلكاج زي ألواح الكنتر زي الخشب الحبيبي زي كمان الخشب الحبيبي طبعا والخشب المضغوط اللي هو بيطلق عليه الخشب الفايبر اللي هو الـ MDF فيه كمان نوع اللي هو الـ HDF تعالوا كده مع بعض نشوف شكل الأخشاب الأخشاب اللينة طبعا بتنتمي الأشجار الأخشاب اللينة إلى الفصيلة الصنوبرية وهي سهلة التشغيل والتشكيل طبعا نظر لليناتها ويطلق عليها في الأسواق الاصطلحات الآتية أول نوع من الأخشاب اللينة خشب البيض زي ما احنا شايفين بيكون لونه أبيض الحلقات بتاعته أو الأشعة اللي هي النسيج الخلوي بتاعه أو الصمرة بتاعته بيكون طبعا متفرقة وبعيدة وبتاخد لون ضعيف باللون البيج زي ما احنا شايفين خشب البيض بيكون مائل للون أو لونه أبيض وبيكون خفيف الوزن عند الخشب الموسكي وده خشب مهم جدا لازم نتعرف عليه لأن احنا هننفذ التمارين بتاعتنا من خلال الأخشاب الموسكي احنا قلنا أنه بنجيب الخشب بتاعنا من المغلق الخشب الموسكي ده هو الخشب اللي هننفذ عليه جميع التمارين في أولى وفي تانية وفي تالتة على مدار الثلاث سنوات هو ده اللي هنشتغل عليه وهو من ضمن الأخشاب اللينة وطبعا الخشب الموسكي بيكون موجود فيه المغلق بأطوال وعرض وصمك معين غير باقي الأخشاب قلنا أطوال الخشب الموسكي الموجودة في المغلق أو في السوق بيكون من تلاتة متر إلى ستة متر بزيادة قدرها تلاتين سنط يعني بيزيد كل تلاتين سنط يبقى الخشب الموسكي أطواله بتبدأ من تلاتة متر إلى ستة متر بزيادة قدرها تلاتين سنط في اللوح يبقى تلاتة تلاتة تلاتين تلاتة ستين وهكذا حتى ستة متر أما العرض الخشب المسكي نشوف كده مع بعض زي قادي الطول الطول بيكون من 3 ل 6 متر أما العرض بيكون من 7.5 سنة إلى 30 سنة العرض بيكون من 7.5 سنة إلى 30 سنة بزيادة قدرها 2.5 سنة يعني 7.5 أزود 2.5 ب10 12.5 15.5 17.5 20 22.5 لحد 30 سنة أما السمك بيبدأ من 2.5 إلى 10 سنة والسمك بتاعنا بيكون بوصة إلى 4 بوصة وقلنا البوصة تقريبا حوالي 2.5 سنة يبقى الأطوال بتبدأ من 3 ل 6 العرض من 7.5 إلى 30 سنة بزيادة قدرها 2.5 سنة أما السمك من سمك 2.5 إلى 10 سنة ده بالنسبة للخشب المسكي اللي احنا نشتغل عليه على مدار 3 سنوات وهننفس به التمرين اللي احنا نشتغل بها في التدريبات العملية تعالوا مع بعض كده نكمل من ضمن الأخشاب برضو عندنا طبعا ذكرنا هو أطوال الخشب المسكي بتبدأ من 3 إلى 6 متر بزيادة قدرها 30 زي ما احنا شايفين الأرقام 4 متر و20 لحد 6 متر أما العرض بيبدأ من 7.5 سنة إلى 30 سنة والعرض بيزيج كل 2.5 سنة أما السمك السمك بتاعي بيبدأ من 2.5 سنة إلى 10 سنة وده بنسميها بوصة إلى 4 بوصة كمان عندي من ضمن الأخشاب الليينة وهو خشب البيتش باين وأشهر أنواع الأخشاب الصلبة وهو خشب الزل كمان عندي من ضمن أنواع الأخشاب الصلبة الأرو كمان عندي خشب المهوجني وكمان عندي خشب الأبانوس وخشب الأبانوس بيكون في منه ألوان وأشكال كتيرة عشان كده دايما بنستخدمه في الحاجات الزغرفية الموجودة في الأعمال الخشبية طب بالنسبة للأخشاب المصنعة وقلنا بنصنع الأخشاب المصنعة من بقايا وفضلات الأخشاب الطبعية وبتكون عبارة عن رقائق من طبقات خشبية بوضع خاص مختلفة السمك حسب الغرض المستخدمة من أجله بتجمع هذه اللوحات بين سهولة التشغيل والتصنيع مع المرونة وقوة التحمل كمان بيتم الحصول عليها بمآسات كبيرة احنا بنصنع الأخشاب بتاعتنا عشان يكون في مآسات غير الموجودة منها في الأسواق يبقى بيتم التصنيع حتى يتم يكون في استمرارية في التصنيع كمان لازم أن تكون في مآسات أنا ببتدي أعملها يعني مثلا في حالة لو أنا حابب أعمل ديسك الديسك دوت بيكون حوالي 90 سنتي وانا عندي عرض الخشب المسكي زي ما احنا قلنا من 7.5 إلى 30 الديسك ده عرضه 90 يبقى هبتدي أجيب 3 ألواح 30 و30 و30 وأبتدي أعمل عملية لحام ما بينهم يبقى أنا كده بابتدي أصنع الأخشاب وأحصل على مآسات غير موجودة منها في الأسواق فالأخشاب المصنع بيتم تصنيعها عشان يتم عليها الحصول عليها بالمآسات اللي أنا عايز أصنع بها كمان زي ما احنا شفنا أشكال الأخشاب المصنعة زي الخشب الأبلكاج كمان عندي الخشب اللي بنصنعه بنستخدمه في إنجارة الأساس بكسرة وهو الخشب الكنتر كمان عندي من ضمن الأخشاب المصنع الخشب الحبيبي زي ما احنا وبتصنع بيه اللوحات الرسومات اللي احنا بنستخدمها في أعمال الرسم الهندسي والفن كمان عندي الخشب الحديث وهو الخشب الفايبر الـ MDF وفيه منه أنواع مقاومة للرطوبة وللمياه وللحريق اللي هو بيكون منها ألوان زي اللون الأخضر والأحمر ده خشب الفايبر الـ MDF واتكلمنا بعد ما عرفنا طبعا أنواع الأخشاب قلنا من ضمن برضو الخامات المستخدمة الغراء والمواد اللاصقة التي تساعدني في عملية تثبيت المشغولات الخشبية وقلنا مادة الغراء هي مادة لاصقة يمكن الحصول عليها من مصادر زي الغراء الحيواني والنباتي كمان عندي الغراء الصناعي أفضل أنواع الغراء ما كان رائقا شفافا زي الأشكال اللي هنشوفها احنا طبعا عندنا الأشكال زي الغراء الأبيض كمان عندي الغراء اللي بنستخدمه في النجارة وهو الغراء الحمص كمان عندي من ضمن أنواع الخامات وهي مادة الصنفرة طبعا بنستخدم الصنفرة في عمليات التنعيم وصقل المشغولات الخشبية بتستعمل الصنفرة في تشتيب وتنعيم وصقل أسطح المشغولات الخشبية سواء كانت مستوية أو منحنية أنواع الصنفرة قلنا عندي ثلاث أنواع صنفرة خشابي عندي الصنفرة الدوكو كمان عندي صنفرة بنستخدمها في أعمال الحديد وهي الصنفرة الحدادي زي ما احنا شايفين بيكون موجود عليها الرقم بتاعها اللي بنستخدمه أثناء عمليات السقل والتنعيم كمان عندي مكنة بنستخدمها لها مكنة الصنفرة التي تستخدم طبعا في أعمال النجارة ومكنة الصنفرة مهمة جدا بعد التجميع بيتم طبعا صنفرة الأخشاب حتى تكون قابلة لأعمال الدهنات كمان من ضمن الخامات والاكسسورات المستخدمة الاكسسورات المستخدمة في أعمال النجارة زي ما احنا شايفين في منها أشكال وأنواع وألوان كتير منها حسب تصميم وشكل الباب يعني احنا بنختار شكل الاكسسورات على حسب تصميم الباب فبنستخدم الاكسسورات بتاعتها عشان يتناسب مع شكل وتصميم الأبواب والشبابيك زي ما احنا شايفين المقابض وأنواعها كمان الكوالين وعندي كمان أنواع المفصلات بأنواعها وفيه عندي مفصلة مهمة جدا اللي هي المفصلة المروحة اللي بنستخدمها في الأبواب المروحة اللي هندرسها في الصف الثالث كمان عندي من ضمن الاكسسوارات الكوالين وعندي نوعين من الكوالين فيه عندي كلون بنسميه كلون لطش ده بيكون على وش قائم الإسطامة أما الكلون الداخل الإسطامة اللي هو بيكون بالشكل دوت ودوت بتعمله تجويف داخل الآيم عشان كده بنسميه قائم الضالفة بنسميها قائم الإسطامة يبقى قائم الإسطامة هو القائم الخارجي لضولف الباب بسميه قائم الإسطامة ولما بجأ أعمل الكوالين داخل الإسطامة بابتدي أعمل تجويف داخل القائم وابتدي أركب الكلون عشان كده بيطلق عليها الكوالين داخل الإسطامة في نوع تاني بنسميها الكوالين اللطش ودي بيكون على وجه قائم الإسطامة طبعا بتستخدم في عمليات التسكيك كمان عندنا من ضمن الكسورات التي تستخدم في عملية الانزلاق سواء للأبواب أو للشبابيك زهابا وإيابا وهي جهاز الانزلاق الذي يسبت فيه الرؤوس العليا زي ما احنا شايفين على الاسلايد آه دي جهاز الانزلاق وآه دي شكل الجهاز بيركب فيه الرأس العليا عشان يعمل على انزلاق الدولف زهابا وإيابا في مستوى رأسي زي ما احنا شايفين آه دي أجهزة الانزلاق وكمان بنركب من أسفل دليل عشان يعمل عملية سهولة في عمليات الفتح والغلق كمان عندي من ضمن الاكسسوارات المهمة جدا في عمليات تسكيك الشبابيك وهي السبانيولات وعندي نوعين من السبانيولات سبانيولة أفرانجي ودي بنستخدمها في الضولف الإزاز أما سبانيولة البلدي ودي بنستخدمها في الضولف الشيش أو الضولف الشمسية وزجاج وطبعا لازم أن نكون عارفين لماذا أطلق على الضولف الشمسية هذا الاسم لأن الضولف دي بيكون اللي هي موجودة فيه أبواب البلكونات بيكون فيها ورق بنسميه ورق الشمسية بنسميه ورق عشان سنكه واحد سانتي وبيكون ماء اللي جهت الخارج على زاوية 45 بنسميه ورق الشمسية لإني من مميزاته بيحجب لي أشعة الشمس طبعاً بيكون فيه فراغ ما بين الورقة والورقة عشان عملية تجديد الهواء ولكن الميزة الأساسية بتاعته حجب أشعة الشمس عشان كده سميت هذه الضلف اسم ضلف شمسية وبنركب لها نوع من أنواع الاكسسوارات وهي في عمليات القفل وعمليات الغلب وهي تسمى سبنيولا بلدي ودي بيكون عبارة عن خوصة حديد وبيكون لها شانكل عشان تتسبت على الضلف وتتحمل ضلف البلكونات عشان كده سميناها ضلف شمسية عشان خاطر أن ورق الشمسية بيكون بيحجب لي أشعة الشمس تعالوا نكمل مع بعض قادر الاكسسوارات الموجودة في أعمال النجارة هنتكلم النهاردة عن أعمال التعاشيق وقلنا أعمال التعاشيق بيطلق لفظ التعاشيق على تجميع أجزاء الأخشاب بغرض ربطها معاً لكي تصبح قطعة واحدة ويجب أن تجمع التعاشيق بين الدقة وجمال المنظر تعالوا نشوف مع بعض كده إزاي بيتم تجميع الأخشاب زي ما احنا شايفين قادي قايم وقادي راس بيبتدي يجمع الأخشاب دول عبارة عن قطعتين أنا عايزة أخليهم قطعة واحدة فبقى بتجرى عليها عملية تسمى عملية التعاشيق وهنعرف أنواع التعاشيق قادي نوع من أنواع التعاشيق نقره لسان زي ما احنا شايفين ببتدي أجمعهم الاتنين مع بعض فأصبحوا قطعة واحدة يبقى إذن الغرض من التعاشيق هو تجميع أجزاء أو مكونات الأخشاب لكي تصبح قطعة واحدة وزي ما احنا شايفين احنا ما عملناش أي عوامل مساعدة في عملية التسبيت ده طبعا بيكون تمرين منفذ بطريقة سليمة يبقى احنا بنقول التعاشيق هو لفظ بيطلق على تجميع أجزاء الأخشاب لكي تصبح قطعة واحدة ولابد أن هي تجمع بين دقة التنفيذ وجمال المنظر تعالوا نكمل مع بعض يبقى بيطلق لفظ أعمال التعاشيق على تجميع سائر طرق أجزاء الأخشاب بغرض ربطها معا لكي تصبح قطعة واحدة ويجب أن تجمع التعاشيق بين الدقة وجمال المنظر عندي أنواع التعاشيق عندي تلات أنواع عندي تعاشيق كتير ولكن أشهر أنواع التعاشيق وهي تعاشيق الخدش كمان عندي من ضمن أنواع التعاشيق تعاشيق النقر واللسان والتعاشيق الغنفارية أو ما يطلق عليها ديل اليمامة بمعنى أصح زي ما احنا شايفين آدي أحد التعاشيق دي بنسميها تعاشيق الغنفارية بيكون شكل النقر بتاعها واخد شكل ديل اليمامة عشان كده أطلق عليها لفظ التعاشيق ديل اليمامة وبيكون شكل اللسان بتاعنا برضو واخد نفس الشكل عشان لما نيجي نجمع الاتنين بتجمع بهذه الطريقة فبيكون التثبيت وده بيثبت فيه الحل بتاع دولف الباب أو الشبابيك عشان يكون فيه عملية تجميع بشكل سليم لحلو الأبواب والشبابيك يبقى بنستخدم فيه حلو الأبواب والشبابيك في التجميع التعاشيق الغنفارية أو ما يطلق عليها ديل اليمامة طبعاً أنواع التعاشيق قلنا تعاشيق الخدش دي أضعف أنواع التعاشيق لكن التعاشيق اللي هي بنستخدمها بكسرة في أعمال نجارة العمارة عشان كده بنسميها أعمال النجارة الدقيقة وهي تعاشيق النقر واللسان أما التعاشيق الغنفارية ما يطلق عليها ديل اليمامة وده بتستخدم فيه تجميع وربط زوايا الحلو هنتكلم طبعاً إزاي ننفذ هذه التعاشيق وتمارين بناخدها في التدريبات العملية لابد من عملية الإتقان ولكن قبل تنفيذ أعمال التعاشيق لابد من استعمال وارتداء وسائل الوقاية الشخصية لأن التي لا غنى عنها أثناء التنفيذ طبعاً وسائل الوقاية الشخصية كثيرة ومتنوعة فمنها ما هو واقي للرأس والجسم والوجه كمان ما هو واقي للقدم لازماً نلبس وسائل الوقاية المتمثلة في الخوزة كمان نلبس الكفاز عشان عملية زي ما احنا قلنا بيكون موجود فيه الأخشاب وبرة الوبرة دي بتؤدي إلى عمل إصابة للعامل إذا ما كانش هيلبس الكفاز عشان حماية الأيدي كمان عند العمل على الماكينات بيكون فيه صوت ضغيق عالي لابد من استعمال سماعة الأذن لحماية الأذن أثناء عمليات الوقوف على الماكينات يبقى احنا بنقول أول حاجة قبل التنفيذ إننا لابد من ارتداء وسائل الوقاية الشخصية طبعاً هي وسائل الوقاية بتحميني من مخاطر أو الحوادث التي تنتج أثناء الحوادث أو الإصابات التي تنتج أثناء عمليات التنفيذ تعالوا مع بعض كده نشوف إيه هي وسائل الوقاية بالنسبة لي فني أعمال النجارة يبقى خطوات التنفيذ أول حاجة طبعاً الصحة والسلامة المهنية لابد من استخدام مهمات الوقاية اللازمة أثناء العمل وذلك لمنع تعرضك للحوادث ومهمات الوقاية في أعمال النجارة بتتمثل في الأفارول طبعاً ممكن أفارول أو بلتو كمان بنلبس عليها الفست وهي دي وسائل الوقاية الشخصية الملابس وطبعاً لازم أن تكون مريحة ومناسبة للفني أثناء عمليات التشغيل من ضمن وسائل الوقاية الخوزة المستخدمة في حماية الرأس طبعاً فيه أنواع كتير ولكن إحنا هنستخدم اللون الأزرق لأن اللون الأزرق فيه أعمال أو الأقسام المعمرية بيكون بيرمز إلى أفني أعمال النجارة كمان بيكون لفني أعمال الكهرباء يبقى إحنا بنستخدم الخوزة وطبعاً لها مواصفات ذكرناها في مادة الأمن الصناعي كمان من ضمن وسائل ومعدات الوقاية القفزات التي تستخدم أثناء تداول وتناول الأخشاب كمان عندي لحماية القدمين السيفتي كمان معدات حماية الوجه طبعاً دي عبارة عن خوزة وموجود فيها واقي للوجه كمان بيكون فيها سماعة دي طبعاً أفضل أنواع وقاية الوجه من الرأس وكمان الوجه وكمان حماية الأذن وبالأخص أثناء الوقوف وتشغيل الماكينات يبقى إجراءات الأمن والسلام المهنية في بعض الإجراءات الواجب اتباعها أثناء عمليات التنفيذ أولاً يجب أن تكون هناك مساحات واسعة بين البنوك عشان ما يكونش فيه صعوبة في أثناء عمليات التنفيذ كمان يجب الالتزام بالقواعد والسلوكيات المطبقة طبعاً مهمة جداً عملية السلوكات دي أثناء التنفيذ لأن بعض فيه بعض الأخطاء بيكون نتيجة أن العامل بيستخدم الآلة في غير المخصص لها كمان عدم الاهتمام أثناء الوقوف على الماكينات منه هو بيتحدث أثناء الوقوف مما يؤدي إلى وجود حوادث ويصابات طبعاً مهم جداً للفني المصري أن يكون عنده سلوكيات مظبوطة داخل المهنة عشان خاطر السلوكيات دي مهمة جداً وذكرنا مثال كبير أن فيه أحد الأفلام العربية قلنا أن فيه طبعاً كان الموصل القدير أحمد زاكي بيقوم بدور عامل فني بيشتغل فيه إحدى الدول ألمانيا طبعاً وأثناء التنفيذ هو اختبروه جاله خبير وقال له أنا محتاج أن أنت تعمل للمشغولة دي بالمواصفات المعينة ولكن هو عملها بشكل متقن لأنه معروف عن العامل المصري أو الفني المصري أنه عنده إتقان في التنفيذ ولكن السلوكيات الخاطئة أن بعد الانتهاء من العمل يجد تنظيف المكان كمان لازم أن نحن نفصل الطير القهربي عن الماكينة كمان لازم أن نغطيها بالقفر بتاعها هو ده السلوكيات الموجودة في المهنة كمان لازم أن نستخدم الآلة في الأشياء المخصصة لها هو رجع تاني عشان يشوف هل يطره هو طبق السلوكيات بشكل سليم فلا أن المكانة شغالة على طول هو قال له أنت عام الماهر ولكن السلوكيات بتاعتك خاطئة لكن لازم مع المهارة لازم يكون في السلوكيات مهمة جدا مناسبة لأثناء العمل لازم أن العامل المصري يستخدمها أو الفن المصري يستخدمها أثناء عمليات التنفيذ من ضمن السلوكيات طبعا أن نستخدم الأدوات في المخصص لها نكون لابسين وسائل الوقاية أثناء عمليات التنفيذ كل وسائل الوقاية ما ينفعش أن أنا ألبس حاجة واسيب حاجة تانية كمان مهم جدا أثناء الوقوف على الماكينات أن نهتم بعمليات التصنيع والركز عشان ما يؤديش إلى حوادث وإصابات واتكلمنا عن الجزئية دي بشكل مفصل في مادة الأمن الصناعي نكمل مع بعض من ضمن الإجراءات المستخدمة الالتزام والتركيز وعدم التحدث أثناء الوقوف على الماكينات وبالأخص ماكينات قطع الأخشاب هنبتدي بقى ننفذ أول تعشيئة عندنا وأول نوع من أنواع التعشيئ وهي تعشيئ الخدش وأول نوع من أنواع التعشيئ تعشيئة خدش نص على نص بالتعامد في الوسط هنبتدي نختار الخشب بتاعنا بالمواصفات بتاعتنا عشان ننفذ التعشيئة الموضحة أمامكم دي تعشيئة خدش نص على نص عبارة عن قطعتين بيبتدي طبعا عمل خدش فيه إحدى القطعتين لكل من القطعين ثم تجمعهم يبقى ده منظور مفكك ومجمع طبعا المنظور هنبتدي نرسمه فيه الرسم الفني والرسم الفني موجود عندنا في الترمي التاني ده شكل المنظور مفكك وكمان شكل المنظور مجمع طبعا هم عبارة عن قطعتين أثناء تجمعهم أصبحوا قطعة واحدة هو ده الغرض من أعمال التعشيئ عشان كده قلنا لفظ التعشيئ بيطلق على تجميع أجزاء الأخشاب عشان تصبح قطعة واحدة مع طبعا الأخذ في الاعتبار دقة الأداء كمان جمال المنظر تعالوا مع بعض نشوف بعد ما بدنا نلبس وسائل الوقاية هي العدد المستخدمة في عمليات التصنيع يبقى أول حاجة لبست وسائل الوقاية ابتديت أحضر مكان العمل ابتديت أبعد البنوك اللي هشتغل عليها والبنك ده عبارة عن منضضة خشبية بتساعدني في عمليات التنفيذ بشتغل عليها بعد كده ابتدي أحضر أدوات العمل اللي هي الأدوات والمعدات اليدوية طبعا طول بالصف الأول هيبتدي يشتغل على المعدات اليدوية عشان يكون عنده إتقان ومهارة في عمليات التصنيع بعد كده طبعا في الصف الثاني هنبتدي ندربه على الماكينات زي ما احنا قلنا إن النجارة تطورت وأخذت في التطور بوجود التكنولوجيا الحديثة ولكن في الجانب الثاني الحديث بنستخدم الماكينات الحديثة وهن الماكينات الحديثة بنستخدمها عشان بتكون في توفير الوقت كمان بتوفر الوقت والجهد والمجهود وبالتالي زيادة الإنتاج وإقلال التكاليف المستخدمة يبقى العدد اليدوية هنستخدمها في الطالب الصف الأول عشان نعرف العدد دي كانت شكلها في العدد اليدوية ثم تطورت وأصبحت شكلها الحديث بالشكل الجديد فلازم نتضرب عليها بشكل يدوي عشان يكون عندنا إتقان في عمليات التنفيذ داخل التدريبات العملية أول عدة من هذه العدد طبعا عدد القياس والعلام والضبط اللي باستخدمها في عمليات القياس وببتدي أعلم واضبط بيها وهي متمثلة في المتر كمان عندي الألم الرصاص كمان عندي الشنكار وعندي نوعين من الشنكار شنكار مفرد زي ما احنا شايفين بكل سن مدبب والشنكار ده برع عن جزء ثابت وجزء متحرك بيتربط مع بعض بأداء أو أداء لف بحيث أن تربط الجزءين مع بعض وطبعا ببتدي أفتاحها وافلة على حسب السمك اللي أشتغل عليه ودي سن المصمار ده عشان كده بنسميه شنكار مفرد لكن في عمليات النقر هنستخدم الشنكار المجوز يبقى الأدوات المستعملة فيه التنفيذ أول أداء عندنا في الأدوات المستعملة فيه القياس والعلام زي المتر زي الألم الرصاص وزي الشنكار المفرد من ضمن الأدوات المستخدمة فيه عمليات التنفيذ وعمليات الضبط الزوية القيمة كمان ميزان المياه أو ما يطلق عليه روح التسوية كمان عندي من ضمن الأدوات المستعملة فيه الدق والطرق اللي بستخدمها أثناء التنفيذ الجواكيش بأنواعها كمان عندي الدقماء اللي هو الخشبي أو البرميلي اللي بستخدمه فيه أعمال النجارة من ضمن برضو الأدوات المستعملة فيه عمليات الشق والشرح والنشط طبعا فصيلة السراء بأنواعه زي سراء التمساح وسراء الضع كمان عندي السحقة اللي بستخدمها طبعا في أعمال الخدش كمان عندي العدد المستعملة في عمليات المسح والتصفية زي الفارات بأنواعها وطبعا هنستخدم في تعاشي الخدش فارط اللقط وفارط التشريب فارط اللقط عشان تبتدي تنظف لي الأخشاب وتستعدلها كمان فارط التشريب عشان يكون بعد عمليات التجميع في استعدال للأخشاب من ضمن العدد المستعملة في عمليات القطع والتفريق طبعا الأزميل بأنواعه وبنستخدم طبعا أنواع الأزميل المناسبة في التنفيذ كمان عندي في أعمال التسوية بعد ما بخلص أعمليات الخدش ببتدي أساوي الخدش بتاعي فببتدي أستخدم حاجة تسمى باسم المبارد الخشبية في منها أشكال زي ما احنا شايفين وأنواع كتيرة ودي البنك الخشبي اللي احنا قلنا عليه اللي بيساعدني في أعمليات التنفيذ فهو من ضمن الأدوات المساعدة وزي ما احنا شايفين البنك اللي بيشتغل عليه فني أعمال النجارة مصنوع من خشب الزان وكمان بيكون ليه فتايل خشبية الفتايل دي اللي بنربط فيها قطع المشغولات الخشبية عشان عمليات التنفيذ كمان بيكون مزودة بأدراج لوضع العدد الأدوية داخلها وكمان ببتدي أحفظ داخلها الأدوات بتاعتي ووسائل ومعدات الوقاية الشخصية طيب بعد ما عرفنا معدات الوقاية وعرفنا الأدوات اللي هستعملها عايزين نعرف هنشتغل الخامة بتاعتنا أن هي الأخشاب الموجودة في عمال النجارة وهي الأخشاب وأن الخشب الموسكي هو الخشب اللي هشتغل عليه عرفنا أطواله من 3 ل 6 متر وعروضه من 7.5 لـ 30 سنتي والصمك بتاعه بيكون بصمك بوصة إلى 4 بوصة فببتدي أستخدم قطعة خشبية في بداية التنفيذ وطبعا القطعة بتاعتنا للتمرين بيكون حاجة ليه التمرين بيكون طولها حوالي 40 سنتي وعرضها 5 قطعة خشبية ما أخدها طبعا من الخشب الموسكي بمقاس طول 40 العرض بتاعها بيكون 5 سنتي والصمك بيكون 2 سنتي ونص عشان أبتدي أعمل عليها التعشيئة فطبعا زي ما أنت شايف آدي الخشب الموسكي ولكن باخد منها مزئية صغيرة بمقاس 40 في 5 في 2 ونص عشان أبتدي أدرب عليها الطالبة لتنفيذ تعشيئة خدش نص على نص بالتعامل في الوسط هنبتدي بقى طريقة التنفيذ هنبتدي بقى النفس بعد معرفنا وسائل الوقاية وابتدى الطالب يلبسها ابتدينا نعرف الأدوات المستخدمة نحضرها قدامنا بعد كده نبتدي نشوف طريقة التنفيذ بالشكل المظبوط بعد ما حطينا أدوات ومعدات التنفيذ لازم أن تكون موجود معايا كاملة جميع المعدات اللي ذكرناها معدات القياس والعلام معدات المسح والتصفية الشق والنش الدق كمان الأزميل بالتفريغ وكمان البنك بتاعي بحط الأدوات بتاعتي باستخرجها من الأدراج وابتدي أحطها على البنك بتاعي قدامي عشان أبتدي أنفذ وابتدي أجيب قطعة الخشب اللي هنفذ عليها التمرين اللي احنا قلنا بمقاسة طولها أربعين عرضها بيكون خمسة سمكها بيكون اتنين سنطي ونص كل الأدوات موجودة قدامي مفيش حاجة نقصة يبقى هبتدي أنفذ والتمرين طبعا عشان ننفذ التمرين نخلي مع بعض كده شوية آدي مثلا قطعة من الخشب قطعة من الخشب طبعا ببتدي أنصف قطعة الخشب اللي هي أربعين أول حاجة ببتدي أنضف الخشب بتاعي باستخدام فارط اللط يبقى أول حاجة بعد ما بجيب الأخشاب بتاعتي بيكون عليها وبرة الوبرة دي احنا ذكرناها قبل كده قلنا لو أنا مش لابس القفاس بتاعي بتود إلى إصابة العامل بجروح في الأيدي فأول حاجة بعملها أن أنا أبتدي أمسح ونظف الخشب بتاعي واستعدله لأن بعض الأخشاب بيكون فيها بعض الالتوئات البسيطة فببتدي أستعدلها باستخدام فارط فارة اللي هي فارط المس اللي احنا بنسميها فارط اللط بعد ما استعدلنا الخشب اللي يكون قادي قطعة الخشب 40 هاسم على 2 فأصبح كام 20 إحدى القطعتين هبتدي أعمل خدش فيه المنتصف زي ما احنا شايفين واضحة هي قدامكم خدش في المنتصف بعرض القطعة الأولى باخد عرض القطعة الأولى على الطبيعة وابتدي أعمل عملية خدش والخدش ده بيكون فيه المنتصف طبعا باستخدم أدوات القياس والضبط معايا وبابتدي ألف العلام بتاعي والخدش بيكون حتى منتصف السمك بتاعي بابتدي أنفذ القطعة الأولانية وابتدي أستخدم السحقة في عمليات الخدش وابتدي أفرق باستخدام الأزميل هبتدي أنفذ نفس القطعة الأولى بنفس القطعة الثانية وابتدي أجمع القطعتين مع بعض دي بنسميها تعشية خدش نص على نص بالتعامل في الوسط تعالوا نشوفها مع بعض ببعض الصور والفيديوهات طبعا هناخد فيديو تعليمي إزاي بننفذه بطريقة عملية داخل الورش العملية فأول حاجة فيه طريقة التنفيذ عمليات المصح والتصفية وده يتم باستخدام فارط اللق لإزالة الوابرة قلنا الوابرة دي اللي هي الموجودة على قطعة الخشب عشان كده يجب ارتداء وسائل الوقاية لحماية الأيدي المتمثلة فيه القفزات لحماية الأيدي ببتدي أزيل باستخدام فارط اللقط الوبرة من الوجهين والحرفين الوجهين والحرفين بتوعي والتأكد من الاستعدال وتأكد من الاستعدال باستخدام آلة الضبط وهي الزاوية القائمة تعالوا كده مع بعض نشوف آدي الطالب آدي البنك الخشبي الطالب ربط القطعة الخشب أو إحدى القطعتين أو القطعة مجمعة 40 سنتي على فتيلة البنك وابتدى يعمل عملية استعدال وتنظيف ومسح للخشب باستخدام فارط اللقط بعد كده بيتأكد أن الحرف أو الحرفين وي الحرفين وي الوجهين منتظمين باستخدام أنه هو يسبتهم على مين الزاوية القائمة بعد كده بيتم عملية طبعا العلام والكتابة يشنكش الوجه والحرف يعني يشنكش ببتدي أعلم علامة زجزاج على النوع أو الوجه والحرف النظيف بعلامة زجزاج عشان نعرف أن ده هو ده الوش والحرف النظيف ثم ينصف طول التمرين إلى قطعتين زي ما احنا قلنا طول التمرين 40 سنتي بننصف قطعتين إلى 20 و20 باستخدام المتر باستخدام المتر وتسمى ونسمى القطعتين ألف وبي يبقى ده يبتدى يشنكش زي ما احنا قلنا بيعمل خط كده زجزاج على الوجه والحرف النظيف بعد كده بيبتدي يستخدم يقطع باستخدام السحقة وينصف القطعتين إلى ألف وبي بعد كده بيبتدي يحدد عرض القطعة التانية في منتصف القطعة الأولى والعكس برضو ويبتدي يوشح العلام يعني يلف العلام بالزاوية والألم الرصاص زي ما احنا شايفين ودي بنسميه على الطبيعة أو في الصناعة على بوه بحيث أن يكون التمرين منفذ بطريقة سليمة طبعا بننفذ برضو طريقة الخدش في القطعة التانية ونبتدي نعمل بالشنكار بعد كده بنعمل عملية الخدش العدل باستخدام السحقة حتى منتصف الصمق اللي احنا قلنا عليه مع ترك سواد العلام وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة على أمل اللقاء بكم من جديد دونتم في حفظ الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته